اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات المتينة والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة أخذت في التطور والنماء نحو آفاق أكثر تساعا وشمولا بالاستناد إلى ما يجمع البلدين الصديقين من تاريخ حافل بالتعاون المثمر والشراكات الفاعلة وأشار سموه إلى الحرص المتواصل على توطيض مسارات العلاقات الثنائية بما يسهم في خلق المزيد من فرص التعاون على الأصعدة كافة ويصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه يحفظه الله في قصة الإقضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى لقائه سعادة السيد أليستر لونش سفير المملكة المتحدة لدى مبلكة البحرين حيث لفت سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من زيارات متبادلة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات المختلفة مشيرا سموه إلى الحرص على توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية على كافة المستويات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد أو جهة تعاون بين البلدين الصديقين واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك